أهلا وسهلا بكم قناة خلف أسهم على اليوتيوب والتليجرام تحليلات مميزة لن تجدوها في أي مكان آخر إلا في هذا المكان بكل فخر وبكل تواضع أيضا كل ما يطرح في هذا القناة محتوى رأي شخصي تعليمي ليس بالضرورة دعوة لبيع النوشرة أنا لست وسيط أسهم أو مستشار مالي عليك استشارة المركزين في هذا المكان إلى أين سهم بيتك في الفترة القادمة ماذا حصل لماذا هبط إلى أين هل سيصعد هل سيهبط ما هي نقاطة دعم الفترة قادمة كل هذا سوف أستعرضه أنا وإياكم إن شاء الله لكن دعوني أتكلم مرة أخرى بكل فخر وتواضع ماذا حصل في القمة 880 ماذا قلت ماذا كنت أقول منذ شهرين طويلتين أو طويلتان ونشرت تحديل هنا بالضغط في القمة وكان نشر للمتسابين القناة طريقة الانتساب وميزاته في التعليقات دعوني أذهب أنا وإياكم في لمحة سريعة للتاريخ وبعدها سوف نرى هل لبنك سيليكون فالي علاقة بهذا النزول أم لا طيب ماذا قلت قبل شهرين من الآن طيب هذا الفيديو للمنتسبين من برز أونلي وذكرت تم نشرة في فبراير 25 طيب ماذا قلت في هذا الفيديو هذا هو الشكل الفيديو طيب دعوني أشغل الفيديو معكم سويا هبوط السهم فهذه النقطة التي ذكرتها إلى الآن السوق السهم لم يتعداها ولم يتجاوزها كل من دخل في هذه المنطقة لم ينل إلا الحسرة والقهر عفوا الله يكفين وإياكم شرقه أقصد التحسر والقلق والحيرة ما يدري يطلع ما يطلع يلعب فهذا اللي أنا دائم أذكره وأذكر به الصبر 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 الآن في نقطة أيضا جوهرية أتمنى تصل لجميع الأخوة هنا صحيح أنا أرسل يكفي هذا طيب نرجع للفيديو ونرجع لسيليكون فالي هل سيليكون فالي لعلاقة بالهبوط؟ طيب هذا موقع البورصة الكويتية الرسمي وهذا خبر مكتوب التعقيب على الانكشاف على بنك سيليكون فالي الناشر هو بنك التمويل الكويتي بيت التمويل الكويتي بالإشارة إلى الموضوع على بلا 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 يبلغ انكشاف مجموعة بيتك على بنك سيليكون فالي مليون دولار أمريكي أو تقريبا 400 ألف دينار كويتي أتوقع الكيكات أو القهوة والشاي في فروع البنك الكويتي تكلف أكثر من هذا المبلغ لا يترتب على هذا الانكشاف أثر مالي جوهري على المركز البالي لمجموعة بيتك فكل من يقول أن بنك سيليكون فالي له علاقة بهبوط بيتك هو مخطئ وهو يعطي معلومات خادعة ومعلومات غير صحيحة يعني البنك نفسه يقول ما لي دخل وما يؤثر عليه انتو تقول يؤثر فأعتقد أنك مخطئ ولم توفق في هذا الكلام طيب إلى أين سهم بيتك في الفترة القادمة الفترة القادمة أعتقد للمرة الأخرى للمرة الأخرى الآن نحن نقول بسم الله وناصر الله 800 بعدين نتكلم فالسهم ذاهب لي 800 فلس في الفترة القادمة وهذا الدعم الأولي وهذا ما يتوجه له السهم طيب كيف ماذا بعد 800 هذا يحتاج تحليل آخر ومتابعة واطلاع على سلوك السهم الفترة القادمة فإذا احرص على الاشتراك والانتساب إن أردت تحليلات مميزة فلا توفوت على نفسك هذا المكان الذي لن تجد تحليلات في أي مكان آخر مميزة في مثل هذا المكان بكل فخر وبكل تواضع أيضا شكرا لكم مع السلامة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة